بين الحين والآخر يذهب الدكتور نديم البرغوثي ليتفقد أرضه التي ورثها عن أبيه وأجداده في قريته ديرغستان شمال غرب مدينة رامالله لكنه يتفاجأ مؤخرا بإعدام أجار الزيتون الرومي المعمرة من قبل تجار الحطب على مدار سنوات فقدت بلدة ديرغستان ما يقارب أربعة آلاف شجرة منها شجرة الزيتون والبلوط وغيرها بسبب سرقتها من قبل بعض تجار الحطب الجشيعين كمواطم من ديرغستان ورثت أرض عن أبوي وأبوي ورثتها عن أبوي في هذه المنطقة من فترة من سنين يعني بقدرش أحدد كم سنين ولكن كان في ظاهرة نلاحظها أنه في حدا بيجي بقرة نحن بنسميه بيقطع أشجار الزيتون الكبير المعمرة زي ما شفتوه هان من العرق وطبعا بهدف بيع الحطب طبعا هاي الظاهرة موجودة مثل ما شفتوها في كل المنطقة هاي هاي منطقة بنسميها منطقة الظاهر تقريبا فيها يعني حسب قياساتي أنا على الجوجل إيرث والجوجل مابس تقريبا ألف وسبعمائة دونوم وهي كلها معرضة من الواد للواد وفي عشرات كل سنة بل مئات الزيتون يعني في الوقت الحالي بقدر أحكي عن ألاف الزيتون اللي راح في هذه المنطقة ومش قادرين نعمل معهم شي لأنه يعني ما حدا قادر يثبت مين المعتدي على هاي الأشجار اللي عمرها مئات سنين هذا في منهن كثير من هين ألاف سنين عماره ومش قادرين نعمل شي مش طالع بيدنا شي بصراحة يحفظ أهالي البلد أشجارهم المعمرة عن ظهر قلب تلك الأشجار التي مر عليها آلاف السنوات وهي شامخة في وجه الغزاة والمحتلين وشاهدة على جرائمهم في هذه الأرض يتتبع المزارعون آثار لصوص الحطب وبقايا الجذوع المقطوعة ويبحثون بحرقة عن بقايا أشجارهم المطمورة تحت الأقصان والتراب التي أخفاها اللصوص لإخفاء الجريمة بلدية بني زيد الغربية التي تتضمن أراضي دير غسانة تستهجن الظاهرة وتلقي باللوم على الجهل الذي يعاني منه البعض وتؤكد توجهها لعدة مؤسسات رسمية لمعالجة هذه الظاهرة لكن الأهالي يرون أن كل الجهات الرسمية مقصرة في ملاحقة المجرمين وتلقي أصابع الاتهام دائما ضد مجهول هي ظاهرة قديمة صحيح ولكن ظاهرة متشعبة لها أكثر من جانب أحد الجوانب هو الجهل والاستغلال والظوار الأخرى بتتبع أو بترجع لموضوع الاحتلال السرقة النوع من أنواع السرقة لأنه في مجموعات هنا بتسرك الزاتون بالدخل والداخل وكمان في نفس الوقت الاستغلال اللي بصير لمثل هذا الأشجار ونوعية هاي الأشجار وقدم هاي الأشجار والجهل برضو من العناصر المهمة لأنه كاعدين الناس ما بيراعوا أنه هاي عمر الشجرة ونوع الشجرة وطبيعة هاي الشجرة ورمزية هاي الشجرة للمنطقة عنها فبالتالي هاي الظاهرة كاعدة يوم عن يوم تمتد لا يسمح القانون للمتضرر بالشكوى إلا بنفسه ما يمنع الكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج وتتعرض أشجارهم للسرقة من تقديم شكوى مما أدى ترك الأراضي فريسة سهلة للصوص الحطب موسيقى موسيقى